في الساعات الأخيرة شهدت حالة النجم محمد صلاح تطورات جديدة بعد خضوعه لفترة التأهيل دامت أفر البعض معاني ساعة في مركز أكسا التابع لنادي ليفربول في إنجلترا وفقاً لتقرير صحيفة ليفربول إيكو فقد ظهرت تحسن ملحوظ في حالته مما يفاجئ منتخب مصر رغم غيابه عن مباراة الكونغو الديمقراطية في دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية يفتح الباب لإمكانية مشاركته في مراحل متقدمة من البطولة حيث قد يكون متاحاً في ربع النهائي بتاريخ إثنين فبراير وكذلك نصف النهائي في سابع فبراير والنهائي في أحد عشر فبراير من جانبي يستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية في دور ثمن النهائي بكأس الأمم الأفريقية يوم الأحد المقبل عند العاشرة مساء حيث يتطلع الفراعنة لتحقيق الفوز وبلوغ ربع النهائي في هذه المنافسة القارية المثيرة